بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع نظيره وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في اتصال هاتفي تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حضر موت وشبوى وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وجدد بن مبارك ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها من جانبه جدد وزير الخارجية السعودي إدانة بلاده لهذا الهجوم الإرهابي مؤكدا أن وقوف المملكة الثابت توداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ترجمة نانسي قنقر